بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اسم فادل الشيخ محمد الأمين الفاضل نحاول أن نلخص لكم ما قام به الشيخ محمد البصير ابن الشيخ محمد الخادر باسم الخليفة العام لطريقة المريدية يرحب بكم في بلدكم طوبى ويهنئكم على السفر ويقول لكم مرحبا بكم شيخ محمد البصير يقول بأنكم سرتم على نهج أسلافكم لأن هذه السيارة يعني جاء بعد سيارة واحد من أجدادكم شيخ محمد البلو حين كان شيخ محمد الفاضل والد شيخ محمد الأمين الخليفة العام الحالي لطريقة المريدية في ألف وتسعمية وتلاتة وستين لا شك بأنكم لا تعرفون سر عن هذه السيارة لأن الوقت والزمن وهل الخليفة اللي زاره شيخ أحمد بلو هو وارب لهذه الخليفة الحالي لا تعرفوا وأشار شيخ محمد البصير بأن هذا سر من أسرار الله لأنكم يعني انتظرتم حتى وصل يعني إلى الخلافة يعني ابن للشيخ محمد الفاضل لكي يعني تفكر في المجيء هذا ليس بصدفة قال شيخ محمد البصير بأن هذا سر من أسرار الله لأن كما أعترتم بأن يعني اللقاء بين الأولياء لقاء روحي سري هو لأن يعني تعاليق بسيط الأمر الذي يعني قطر في ذهني هنا يعني تلقيناكم في في ترابلوس والله العظيم أنا ما كنت أعرف من كان جاء في في عادة شيخ محمد الفاضل وأنت كذلك لا ما كان بعلمك بأن هذا هو الخليفة لماذا انتظرتم حتى يعني وصل يعني ابن شيخ محمد الفاضل إلى الخلافة لكي يتصل هذا إنما يدل على أن يعني هذا الشبل من ذلك الأسر من أجل ذلك يقول لك شيخ محمد البصير بأن يعني العلاقة الروحية يعني التي سادت بين أجزادكم وبين تاريخاتكم الخادرية يعني علاقة تاريقية وعريقة لأن شيخ محمد بنبا يعني هو كان من أسر القادرية وا استعمل التاريخ القادرية حتى وصلوا البيض المخص من الله ولكن هذا ما منعه من أن يستمر في يعني اعتعي البيض القادرية لبعض يعني إخوانه وأطباعه واحد من أبرز الأقطاب المريدية ما مكيرن إبراهيم مفاتي هو كان يستعمل البر التجاني والشادلي والقادري بإذن من شيء أحمد بنبا وكذلك شيخ مباكي بوسو هذا إنما يضل على أن شيء أحمد بنبا هو يعني يعني أمره ليس يعني يعني فقط يعني في نتاق يعني الطريقة لأن الطريقة شيء يعني ضيق جدا للغاية لأنه حين تولى يعني التدريس بعد يعني وفاة والده هو جمع جمع يعني التلاميذ ذات اليوم وقال لهم من كان يريد العلم فقط ما معناه من كان يريد أي تعلم فقط فل ينصره بنفسه ومن أراد أن يصل إلى الله فل يعني يبقى معنا ما معناه يعني هنا ذلك لقد أعلن شيء أحمد بنبا يعني ثورة علمية وثقافية لأنه كان يرى بأن فقط التعليم بدون التربية يعني لا يفيد شيء وجمع بين التعليم والتربية من أجل ذلك يعني يعني شيء شيء أحمد بنبا هو يعني للإسلام فحسب يعني لا لتريقة المال لأن يعني قاد بالأني وذلك هو كان يستعمل القرآن هو كان ينشر الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى يعني لخر أمرنا في كتابه وقال إنما المؤمنون إخوة وأمرنا بالإصلاح وقال فأصلحوا بين أخوائكم من أجل ذلك هو يقول بأن شيء أحمد بنبا يعني يعني أليس هو الذي قال إذ كل ورد يريد المريدة لحضرة الله ولن يحيد سواء أن إنتما إلى الجيلان أو إنتما إلى أحمد التجان أو لسواء هما من الأخطاب إذ كلهم قطعا على الصواب ولكن هو يعني أليس شيء أحمد بنبا هو الذي هو كان يستعمل جميع هذه الأوراق حتى وصل يوم ويقول بان لكل من له معقول أن وسيلته والرسول بان لكل من له ونقول كذلك أن لخالق البرايا آية هو يقول بأن الشيخ مولبصير يعني يقول لك بأن يعني أنتم يعني لقد وصلتم يعني إلى يعني داركم وبلدكم وإن شاء الله لطول يعني جلسة يعني إن شاء الله سوف نستمر معكم ونفسر لكم فحوى خطاب شيخ مولبصير الذي ألقاه يعني نيابة عن شيخ مولبصير الفاضل بك شيخ شيخ مولبصير أمين الفاضل أنا لا قلت شيخ مولبصير يعني أنا في أحيق هو شيخ مولبصير يعني إذن نستأذن ونقول لكم بأن جميع يعني عائلتي من من إخوته وأبنائه وعواني موجودون شيخ مولبصير هو الذي يتكلم معك هو يعني من أعلام الطريقة المردية أنا أقول لكم بأن شيخ عبد الخاضر اللي كان يعني الإمام الأكبر حتى واحد كان يقول بأن يعني هو يعني من أبرس أبناء شيخ مولبصير وأكثر يعني تمسكا يعني بسنان نبي أسري وموجود كذلك شيخ مولبصير يعني يعني الخليفة يعني وشيخ مولبصير موجود كذلك وشيخ مولبصير يعني 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 الابن الأكبر للخليفة العام وجميع يعني الإخوة وكذلك شيخ مولبصير موجود كذلك يعني بصفته يعني ابن للخليفة وواحد يعني يعني من إخواتنا وكذلك الذي يمثل السلطة المحلية يعني في توبا وكذلك موجود ولا يمكن يعني نبلغ ما طلب مننا شيخ مولبصير أن نبلغه ونقول لك بأن جميع يعني المريدين في دكار يعني رغم يعني تأخر الوقت جاءوا إلى المطار يعني وكذلك يعني التنديم الجيد اللي قام به يعني حسب الترقية في دكار يعني كلهم جاءوا يعني إلى المطار ولا يمكن ولا يجوز أن ننسى كذلك شيخ عبد الخادر مبكي الذي لما علم بالأمر المعروف بكذر جاء بأمر من شيخ مولبصير ووقف بجنبنا يعني حتى وصلنا إلى هنا وهناك كذلك يعني شيخ مبكي وجميع ابناء شيخ مولبصير الحاضرين إن شاء الله سوف نستمر في تفسير وتوديح ونطلب من الله تعالى أن يعني يطيل الله بقاء سيح مموض الأمين وبقاءهم كذلك وأن يعني يعينكم في مواصلت درب لك يعني عدادكم أصالكم في نجيريا ونقول لكم بأن الجسر بين طوباء ونجيريا خائم وإنساء الله ستاكونا من يعني يعني يسابي تون يعني يجوزور جزر وداعي وصلا وعليك ورحمة وبركاته